هلونا نبدأ بقى مع بعض مجموعة من أخبارنا ومجموعة من الإنجازات المهمة جدا نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة إنفو جراف عن نسب الإنجاز اللي قامت بيها المبادرة في المشروعات والأعمال اللي تم الانتهاء منها وضح الإنفو جراف ده نسب الإنجاز في الخدمات الأساسية وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى ده بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر في بعض القرى أيضا أما في التعليم فحصل الآتي تم إنشاء وتطوير 127 مدرسة بإجمالي 2311 فصل دراسي وتم محو أمية 3000 شخص 3000 مواطن تعالى نروح على البنيات تحتي تم توفير 9500 عمود إنارة ورصف 188 كيلو متر من الطرق حلو الكلام؟ طيب يبقى إحنا هنا بنتكلم على إيه؟ يبقى إحنا هنا بنتكلم على إيه يا جماعة تاني بص كده شوف حياة كريمة في أرقام إحنا بنتكلم على إيه؟ 127 مدرسة تم تطويرها وإنشأها بص شكل المدارس يعني هي الصورة قدام حضراتكم بص شكل المدرسة المدرسة إذا كانت جديدة أو المدرسة اللي ما كانتش جديدة وتم تجددها بل وتطويرها يعني كلمة تطوير يعني إيه؟ إحنا مش بس بنجدد المبنى لأ إحنا بنجدد المبنى ده اللي هو الحطان والخرصانات والتشريبات وكل الكلام اللطيف ده أما التطوير فهو إن إحنا بنوفر للمدرسة كل سبل التعليم كل أدوات التعليم طبقاً لللي إحنا بنشتغل به في سنة عشرين اتنين وعشرين طبقاً لللي بنتم الشغل به في الدنيا ده على سبيل المثال 2311 فصل دراسي عشان برضو ما تتوقعش إن المدرسة اللي هي إيه من ماركة المدرسة اللي فيها 3-4 فصول ولا 10 فصول حتى إحنا هنا بنتكلم على متوسط عام لو خدت بالك إن المدرسة فيها حوالي 20 فصل يعني مدرسة مدرسة مكتملة الأركان طبعاً ده غير 3000 مواطن مصري تم بحو أميته هنا الأرقام لو إنت عاوز بقى تقرأها بطريقة مختلفة تبص عليها إزاي هل حياة كريمة عبارة عن إن إحنا بنجدد شوية بيوت وندخل مية وندخل كهرباء وندخل صرف لا حياة كريمة أكبر من كده بكتير بكتير هرجع وقولك حياة كريمة هو مشروع تنموي شديد ضخامة كلمة تنموي شديد ضخامة ليه لأنه هينعكس أو هتنعكس نتائجه على 60% من سكان مصر أدي واحد اتنين طيب يعني إيه مشروع تنموي مشروع تنموي ده يعني أنا بشتغل لأجل المستقبل مش بس الحاضر أقدر جداً إن أنا أعمل مشروع علشان الحاضر متعلق بها تثبيت التربة في بعض الطرق والمدقات وسفلت كم شارع وندخل شوية مية حلوين هنا وندخل شوية صرف كويسين هنا وخطين كهرباء والسلام عليكم لكن لما جي بعمل تنمية بعمل إيه بشوف إنه آه ده مجتمع بشري هذه القرية هذه العزبة هذا الكفر هذا النجع إلى آخر ده مجتمع بشري أو تجمع بشري هذا التجمع البشري العظيم دي ناس عايزة تعيش يبقى ده البيت تتعلم يبقى المدرسة تتعالج يبقى الوحدة الصحية أو المستشفى أو المركز الطبي حلو الكلام تروح وتيجي وتسافر وتروح على أشغالها يبقى طرق أشغالها يبقى أنا بعمل كمان جنبها مجتمعات صناعية وزراعية متطورة تبقى للتطور اللي حاصل في الدنيا اليومين دول واخد بالك إزاي؟ يبقى أنا بعمل المنظومة متكملة ده الهدف من حياة كريمة منظومة متكملة مش بعمل حاجة علشان بعد خمس سنين ولا حتى عشر سنين ولا حتى خمستاشر سنة ترجع طبوز أو تبقى أو ديتد متأخرة متخلفة عن زمنها بعد خمستاشر سنة بقى ترجع عيد من أول وجديد فيه ناس دي جي تقولك أصلي يا جماعة المبالغ اللي بتتصرف في حياة كريمة يا جماعة المبالغ اللي بتتصرف في حياة كريمة دي هي المبالغ اللي رايحة ليه يا وليك مش رايحة للجران خالص مش بنديها للكئنات الفضائية ومش هقولك بنديها هي الدولة بتستثمر في المواطن مش بتستثمر في مجرد جدران هي بتستثمر في المواطن بكل مناحي حياته بكل تفاصيله اليومية من ساعة ما بيصحى من النوم لحد ما بينام كل حاجة بيته، صحته، تعليمه، شغله، حضانة العيال ما هو أنا عايز مثلاً الستة تبقى بتشتغل وتبقى عنصر منتج يبقى أعمل إيه؟ لازم أوفر حضانات علشان الستة تقدر تنزل وتروح شغلة مش كده ولا إيه؟ يبقى لازم أوفر مدارس عشان البنت تتعلم مظبوط يبقى لازم البنت أو الستة والراجل يلاقوا مكان شغل فلازم أوفر كمان تجمعات صناعية ولازم أخلي كمان نوع الزراع اللي عندي متطور فيبقى أنا طول الوقت قادر أن أشغلهم طيب ده كده في إطار القرى وملحقتها اللي هي العزب والنجوع والكفور إيه؟ 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 طيب وفي المدن يبقى فيه عندي هنا بقى مجتمعات الأعمال تبقى أكبر وبالتالي يبقى فيه عندي فرصة أعلى وأكبر أنا آسف أعلى وأكبر عشان أقدر أدي فرصة عمل جيدة طيب وفرصة العمل اللي هي بتاعت إيه؟ بتاعت يلا بينا هنشتغل بكرة والشغلانة تقلص في 40-40 بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا اتنين؟ لا فيه حاجة اسمها فرصة العمل المستدامة اللي بتشتغل عليه حياة كريمة اللي بتشتغل عليه الدولة هي فرصة العمل المستدامة اللي هي قد إيه؟ من 20 ل 25 سنة يبقى أنا عندي فرصة عمل مستدامة عندي دخل أعرف أربي منه العيال أعرف أقصة منه عربية إذا أنا حابب أعرف أجيب منه بيت أعرف أعلم العيال مظبوط إيه لآخره طبعا كل ده بيتكامل ويتوافق مع إيه؟ مع حاجة زي مبادرة 100 مليون صحة مع حاجة زي إيه؟ مع منظومة ومزلة كبيرة جدا مثلا اسمها التأمين الصحي الشامل لما تيجي تبص على الموضوع بالشكل ده تقول آه البلد فعلا بتتحرك والأبعد من كده كلنا لازم نشارك في حياة كريمة بشكل أو بآخر لازم نشارك